أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن مجلس الوزراء صوت على فتح تصدير دون قيد أو شرط ويعادت النظر بتعرفة الجمروجية ناظم قال في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء صوت أيضا على توسعة انتاج حقل النصري النفطي بطاقة 100 ألف برميل من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المحافظة فقد صوت مجلس الوزراء على واحد فتح التصدير دون قيد أو شرط عدل مواد الممنوعة في ضوء القانون ثانيا إعادة النظر بجدول التعرفة الجمروجية في وزارة المالية فيما تعلق بإنتاج النفط في كل مرة في مجلس الوزراء هناك تجديد على اتخاذ قرارات بصدد النفط والكهرباء اليوم صوت مجلس الوزراء على توسعة انتاج حقل الناصرية تحديدا بطاقة 100 ألف برميل يوميا من شأن هذه التوسعة أن توفر فرص عمل تتذكرون في الأسبوع الماضي كان هناك تصويت لمجلس الوزراء على إتاحة فرص عمل للمهندسين تحديدا في وزارة النفط التي قد تبلغ أو تربو على 6000 فرصة عمل اليوم تأتي هذه التوسعة أيضا لتتيح فرص عمل أخرى في هذه المحافظة المهمة اشتركوا في القناة